قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم مدرب المنتخب الأولمبيا المصري المغرب يستطيع تنظيم كأس العالم ومصر لا يمكنها ذلك لهذا السبب تصريح مفاجئ من مدربة وقائدة المنتخب الألماني بعد الفوز الكبير على المنتخب المغربي للسيدات بيدروس يعلق على هزيمة لبؤات الأطلس بسوداسيات أمام ألمانيا في مونديال السيدات والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار مدرب الأولمبيا المصري المغرب يستطيع تنظيم كأس العالم ومصر لا يمكنها ذلك لهذا السبب عبر المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي عن ثقته في قدرات المغرب التنظيم بعد مشاركته مع الفراعين في كأس الأمم الأفريقية تحت الثلاثة والعشرين عاما التي أقيمت بالمملكة المغربية والتي انتهت في الثامن من يوليوز الجاري مؤكدا أن المغرب يستطيع تنظيم كأس العالم وقال ميكالي في تصريح لموقع جوفينبانا البرازيلي حول إمكانية استضافة مصر لكأس العالم بالتعاون مع السعودية واليونان وقال إذا كنت تتحدث عن شغف كرة القدم فإن كأس العالم يمكن أن يقام غدا في مصر لم أرى مثل هذا الشغف وحب الكرة من قبل وأضاف لكن مصر ما زالت تحتاج لمزيد من التنظيم الوقت الحالي ليس مناسبا لاستضافة المونديا لأن البلاد في حاجة إلى تحسين البنية التحتية والملاعب وأردف المتحدث نفسه لقد زرت المغرب ويمكنني القول أنه مستعد لاستضافة كأس العالم لما يملكه من إمكانيات كبيرة على مستوى الملاعب والأمور المرتبطة بها يذكر أن صاحب الجلل الملك محمد السادس وفي سابقة من نوعها في تاريخ كرة القدم العالمية كان قد أعلن في رسالة بمناسبة تسليمه جائزة تميز لسنة 2022 من الاتحاد لفرق الكرة القدم والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية كيغالي أعلن عن تراشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 تصريح مفاجئ من مداربة وقائدة المنتخب الألماني بعد الفوز الكبير على المنتخب المغربي للسيدات أبدت مارتنا فوس سيكلنبرغ مداربة المنتخب الألماني للسيدات سعادتها بالانتصار الذي حققت كتبتها على المنتخب المغربي في بداية مجوارها في مونديال أستراليا ونيوزيلاندا وقالت مارتنا فوس بعد المباراة في تصريحات لقناة ZF الألمانية لقد فعلنا ذلك بدقة وصلبة اليوم نحن راضون لا أكثر ولا أقل ومن جانبها قالت أليكساندرا بوب التي وقعت هدفين نحن رائعون سعداء للغي لأننا نتمكن من تقديم مثل هذه المباراة الافتتاحية على أرض الملعب وانهزم المنتخب المغربي للسيدات أمام المنتخب الألماني بـ 6-0 في المباراة التي جرت على مرعب ريك تيغر لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال أستراليا ونيوزيلاندا يذكر أن المنتخب المغربي للسيدات يقع في المجموعة الثامنة لمونديال أستراليا ونيوزيلاندا إلى جانب كل من منتخبات ألمانيا وكوريا الجنوبية وكورمبيا بيدروس يعلق على هزيمة لبؤة الأطلس بالسدسية أمام ألمانيا في مونديال السيدات اعترف رينالد بيدروس مدرب المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم بصعوبة المباراة أمام المنتخب الألماني والتي خسرها لبؤة الأطلس بالسوداسية دون رد اليوم الاثنين في إطار الجولة الأولى من دور مجموعة كأس العالم الجارية حاليا بأستراليا ونيوزيلاندا وقال بيدروس في تصريح لقناة بيانسبورت القطرية بعد نهاية المباراة أن المنافس كان صعبا للغاية وأنه علين استخلاص الدروس من هذه المواجهة وتمنى المدرب الفرنسي للبؤة الأطلس أن يتم التعويد هذه النتجة في المباراة للمقبلتين ضد كل من كوريا الجنوبية وكورمبيا وأكد بيدروس أنه كان يود بأن يتدرك بعض الأخطاء في الشوط الثاني لكنه استضم بمنتخب قوي للغاية باير ميونيخ يسعى إلى ضم ياسين بونو بالسبب استمرار غياب نوير أفدت قرر إعلامي أن نادي باير ميونيخ الألماني لكورة القدم يسعى لضم المغربية الدولية ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسبانية وذكرت محطة سبورتوانا الرياضية أن نادي البافاري أجرى محادثات مع الحارس المغربي صاحب الـ 32 سنة يذكر أن بونو يهد منذ العام 2020 الحارس الأول بلا منازع في إشبيلية حامل لقب الدورة الأوروبية شقيق الزلزولي أخي ينتظر قرارة شافي نهائي قبل الحسم في العروض التي توصل بها تحدث مجيد الزلزولي شقيق اللاعب الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي ووكل أعمالها عن مستقبل أخيه مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارته للنادي أساسون الإسباني وقال شقيق الزلزولي في تصريح لموقع العربي الجديد أن تشافي مدرب برشلون لم يحسن بعد القائمة النهائية للفريق مشيرا في نفس الوقت لأن شقيقه يواصل استعداداته برفقة المجموعة حاليا بأمريكا من دون استبعاد احتمال انتقاله إلى نادي أوروبي جديد وأضف لم يحسم شيء إلى الآن سننتظر ما سيقرره المدرب تشافي هرنانديز بعد العودة من هناك وبعد ذلك سنرى ما إذا كان عبدالصمد سيستمر مع الفريق الكتالوني أم سينتقل إلى نادي أخر وفي حديثي عن العرض التي توصل بها الزلزولي قال هناك أندية من إسبانيا وخرجها أبدت استعدادها للتعاقد مع عبدالصمد لكن الأولوية تبقى لبرشلونة ولسيما أن المدرب تشافي هرنانديز متمسك بعودته إلى الفريق وعزز الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي الذي لعب في الصفوف أساسون معاهرا من برشلونة الموسم الماضي عزز فرص ضمان مكان له في تشكيلة برشلونة خلال الموسم المقبلة بعد تتوجه بلقب كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة قلق واستغراب في إشبيليا بالسبب حالة جسد أنصار بعد عودته من العطلة ظهر الدولي المغربي ومهاجم إشبيليا الإسباني يوصف أنصار بجسد ناحف جدا بعد عودته للسئنة في تحضيرات الموسم الجديد رفقة فريقها وقالت صحيفة أس أن اللاعب عاش إجازة معكوصة على اعتبار أن المعتاد هو عودة اللاعبين من العطلة بوزن زائد لكن أنصار عاد بكيلوغرامات أقل بكثير مما كان علي عندما غادر في نهاية الموسم ولم يشارك أنصار في التدريب الجماعي مع زملائه حيث وضع له النادي برنامجا بدنيا وغدائيا الهدف منه اكتساب بعض الكيلوغرامات وتقوية العضلات وهو أمر أساسي للحصول على الشكل المناسب والقدرة على اللاعب ضد دفاعات الفرق المنافسة قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم مدرب المنتخب الأولمبيا المصري المغرب يستطيع تنظيم كأس العالم ومصر لا يمكنها ذلك لهذا السبب تصريح مفاجئ من مدربة وقائدة المنتخب الألماني بعد الفوز الكبير على المنتخب المغربي للسيدات بيدروس يعلق على هزيمة لبؤات الأطلس بسوداسيات أمام ألمانيا في مونديال السيدات والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار